أنا الذي يعنيه والذي أتمنى منك أن أسمعه عندما أنت تستفز روسيا بمعنى تضع أوروبا كلها في دائرة الخطر وبالتالي ضعف أوروبا أو إشعال حرب بين روسيا وبين أوروبا بالتالي ستضعف الإمدادات إلى إسرائيل وإسرائيل قد تسقط في هذه المحنة أكثر عندما تشتعل هذا الحرب بايدن ماذا يريد من هذه السياسة؟ يعني ماذا يتوخى؟ هل يريد أن يحرج ترامب بسياسة الأمر الواقع قبل أن يصل إلى البيت الأبيض؟ أم يريد العالم يدخل في حرب نووية ثالثة؟ أولا يريد أن ينتقل من بوتين وثانيا أن يحرج إدارة ترامب لكن إلى أي مدى من الممكن أن تذهب الدولة العميقة في الولايات المتحدة إلى مثل هذه المغامر هذا أمر ينبغي قراءته جيدا وهناك في الولايات المتحدة اليوم نقاش داخلي حتى في إطار الحزب الديمقراطي هل يجب أن يذهبوا إلى هذا التصعيب بهذه القطورة؟ وهل هذا لمصلحة الولايات المتحدة؟ فهذا أمر بمنا الممكن أن يتحمل مسؤوليته الحزب الديمقراطي ويكون كارثة على مستقبله السياسة في الولايات المتحدة لأن الأمور تجري باتجاه فعلا حرب العالمية الثالثة فترامب لا يريد حرب العالمية الثالثة وهو الآن عقاب قوسين أو أدنى على دقول البيت الأبيض نحن نتحدث عن شهرين فقط وهذا الشهرين هو أيضا على اتصال مع بايدن ومن الممكن أن يصبح الحوار بينهما علنيا وعند إذن بايدن سيحرج أيضا في هذه المعركة ولذلك هذه المغامرة تقابل الآن بموقف حازم من روسيا هذا الموقف الحازم موجود أيضا على اتصال مع ترامب يعني العلاقة ما بين ترامب وروسيا أعمق بكثير مما يظهر في الشارع هذه علاقة تاريخية حتى يقال أن روسيا ساهمت في انتخاب ترامب في الانتخابات الأخيرة ضمن إطار الحرب السايبر التي تفوضها لذلك أنا أتفك معك على وجود الأخبار من دون شك ولكن هذه الأخبار تواجه أيضا بمن يحاول أن يوازن الأمور وأن يلجم بعض الانفلات حتى لا تقع حرب عالمية تلك والله يا سيد نظير يعني السياسة لا صديقة فيها وبالذات ترامب لا صديقة له يعني هكذا العالم يفكر اشتركوا في القناة